موسيقى خذها قاعدة الأقارب مستويات وصلة الرحم بقدر السعة هناك مستويات من الأقارب فيه اللي هم قريبين جدا من الدرجة الأولى مثلا الوالدين أو الأبناء وخصصنا لهم حلقات مستقلة لأنهم في الحقيقة التعامل معهم مختلف ومثلا الوالدين والأبناء يجب أن تتعامل معهم يجب أن تصر الرحمك فيهم يجب أن تكون قريب منهم وتتحمل لأن هذه مسألة اجتماعية إنسانية بشرية لكن بالنسبة للباقين الآن مثلا الأخوات ربما هم في الوسط لكن البقية الآن يعني لأن بعض الناس مثلا إحنا مجتمع عربي يعني قد يكون شخص عنده مثلا خمس أعمام وعنده مثلا خمس عمات وعنده أبناء عمومة يوصلون مثلا خمسين ولا ستين وعنده خالات وعنده أخوال فالمسألة معيقة جدا يعني هذه في الحقيقة ما عادت مسألة قرابة لا وفي بعض الناس أيضا أبناء أبناء العمومة يعني يرى أن مثلا هو في عشيرة أو في قبيلة ففي الحقيقة أن هذا موضوع كثير معيق لبعض الناس خلنشوف الآن كيف أن هناك مستويات مثلا في أربع مستويات من الناس في شخص مفرغ أنا بسميه مفرغ يعني مثلا قد يكون مثلا عاطل عن العمل أو مثلا عنده متسع كثير من الوقت أو هو داخل بندولات يعني عايش بندولات في المجتمع يعني هذا الشخص أفضل أنه في الحقيقة يلتزم بهذه الأعراف الاجتماعية أنه صلة رحمك تعني أنك أنت صلة رحم خوالك وخالاتك وعماتك وعمامك وأبناء عمومتك وأبناء أخالاتك وأبناء أبناء عمومتك أفضل يعني بعضها إذا خليناه هو لأنه أحسن أنه يكون مشغول بهذه العلاقات الاجتماعية من أنه يضيع أوقات كثيرة في الخارج في أشياء في الحقيقة تكون مضرة مستوى الثاني قد يكون الشخص مثلا هذا عامل قد تكون مثلا ربة بيت ومزحومة في تربية أبنائها مثلا قد يكون موظف في شركة مثلا قد يكون موظف في وزارة ولا في عمل فهو في الحقيقة يعني هذا نص نص يعني عنده وقت لابد أنه يقضي في العمل بالإضافة إلى وقته الخاص بالإضافة إلى وقت النوم بالإضافة إلى التزامات أخرى فهذا يعني نقول أنه يلتزم قليلا يعني يلتزم بقدر المستضاع إذا سنحت الفرصة يلتزم فعنده التزامات معينة اجتماعيا وربما يمددها إن استطاع مستوى الثالث هو شخص مزحوم يعني مثل يكون مثلا رجل عنده أعمال مثلا رجل عمل أو مسؤول مثلا يعمل في إحدى المؤسسات أو الشركات أو الوزارات فهو شخص مسؤول وهذا يأخذ منه يعني وقت كثير فهذا نوعا ما يلتزم لكن هو في الحقيقة سيصبح أيضا عائق عليه أن يلتزم بالتزامات كثيرة يعني مثلا في رمضان يعني تجد بعض الناس يصاب في وساوس في قلق في توتر رمضان تكثر فيه رمضان تكثر فيه زيارة المستشفيات من أي شهر آخر رمضان تكثر فيه الوساوس والمخاوف من أي شهر آخر يعني الشخص يتعرض الضغوط ضغوط جسمانية ضغوط نفسية وأصبح فيه التزامات كثيرة يعني مثلا بعض السيدات يعني يعانون معاناة كبيرة ليش لأنه لازم تحضر كل الالتزامات التزامات النسائب والتزامات الحمولة أو يعني الكنات فكثير يعني مثلا حنا عزمناكم إذن أنتوا لازم تعزمونا وهذه العزمة على فكرة ما تكون لشخص مثلا نفرض أن فيه أربع أخوان أربع أخوان بأربع زوجات مثلا وفيه أم وأب وهذول الزوجات أيضا لهم أم وأب فالآن مثلا الزوجة هذه عزمت البيت فالآن لازم الثانية تعزم أيضا الكل الثالثة لازم تعزم الكل الرابعة فإحنا مش بس مضطرين نحضر لقاء أو لقائين لا الآن صار تقريبا إحنا عسرة صغيرة عندنا 16 لقاء ففضلا عن معرفش مين يمكن الحماة تقولنا عندي أخواتي بعد عازمينكم وربما الأب يقول عندي أخواني عازمينكم فسيصبح رمضان كل يوم عبارة عن زيارات اجتماعية والعيد شيء معيق فعزمناك لازم تعزمنا وعزمناهم لازم نعزمهم ويعزموننا فهذه المسألة تصبح معيقة بالنسبة لشخص مزحوم هذه مشكلة كبيرة مستوى الرابع هو شخص قائد أصلا يعني عنده كثير من الإنجازات عنده كثير من الالتزامات شخص مثلا مفكر شخص مثلا باحث شخص مثلا مسؤول كبير فهذا بصراحة لازم ما يلتزم بأي التزامات اجتماعية لازم هم يقدرون هذه المسألة ويزورونها ويخففون يعني قدر المستطاع أنا مثلا شخصيا كذا ما أستطيع أني ألتزم في التزامات اجتماعية يعني حدي والدتي والباقي على قدر المتسع أما الأعمام والعمات والخالات والخوال وكذا فهو يعني كاد يكون مستحيل فممكن من وقتي لآخر ممكن من مناسبة إلى أخرى لكن يعني لو أعطيت وقتي للأعراف الاجتماعية والالتزامات الاجتماعية لن يبقى هناك وقت حقيقي للإنجاز وما يجوز لقائد مثلا دولة مثلا أو هو مسؤول حكومة أو شيء كذا يقعد يلفلف على خالاته وخواله وعماته وعمامه وتارك مثلا الرعية ولا تارك المسؤولية فهذه مسألة مستحيلة يخصص له يوم في الشهر يقول لكل أرحامي يتفضلون اللي بيزور يزوره وكذا حتى يوم في الشهر كثير في الحقيقة يعني مثلا مسؤول دولة يخصص له يوم في السنة يعني لأنه بحسب المسؤوليات فالشخص الفارق خليه يلتزم الشخص اللي نص ونص يعني نص ونص الشخص اللي مزحوم جدا ما يستطيع يلتزم فيأدي الواجبات مثلا تجاه الوالدين تجاه الأبناء لكن إلى هذا الحد حتى لو رئيس دولة مثلا حقيقة حتى الأولادهم ما يستطيع يأدي هذا الدور لأنهما كلهم أولاده كل المواطنين اللي في الدولة هم أولاده فهي مسألة على حسب لأن هذه المسألة غير محسوبة فبعض الناس قد ينزعج ويزعل مثلا من شخص مسؤول وكذا فهي مسؤول في البلد أو في الدولة أو لديه مسؤوليات كثيرة أو إنجازات أو أعمال خيرية أو إنسانية أو تجارية فيجب تقديرها في هذا الموضوع مسألة الثانية هي ما هي الالتزامات؟ يعني في صلة وفي العلاقات وفي العطاء الصلة لأنه إحنا عندنا تراث ديني يأمر بالصلة وصلة الرحم بس يا جماعة صلة الرحم لا تعني أبناء 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 العمومة لا أعرف شيئا لأن بعض الناس يترجمها في الطريقة تعرف اليوم هنا في معاني مختلفة كثيرة تغيرت إحنا اليوم بطريقة قبلية ننصر القاتل طوال الوقت كما كان في الجاهلية في الجاهلية كان أي واحد يقتل كل القبيلة توقف معه فاليوم نفس الشيء إذا ظهر قاتل كل القبيلة توقف وتجمع للدية وتؤول الأحاديث ويسمون هذا الكلام إنه عتق رقبة يعني عتق رقبة ما لا علاقة في دية ما لا علاقة بتاتا بس إحنا لي لي في الأحاديث ولي في الآيات كذا بس حتى نخدم المعنى بس هو في الحقيقة معنى جاهلي ولذلك أول ما وقف النبي الكريم في أول خطاب له وقفوا أعلن هذه المسألة قال لأني أضع دم ابن عمي فلان وأضع ربا عمي العباس تحت قدمي وبدأ يقول هذا الكلام إنه ينبذ الجاهلية وما حاعترف لا بشيء اسم عمي ولا شيء اسم ابن عمي فلا دية ابن عمي حاش اسمه كذا ولا ربا عمي ساش اسمه وقف أمام الناس جعلن هذا الكلام من ذلك اليوم ما لا علاقة كل اللي تشوفه اليوم هم استطاع العرب بعد فترة من الزمن كما كررت ميرانا أن يحزموا الإسلام هم هزموا الإسلام العرب أعادوا الإسلام إلى ما كان عليه قبل الإسلام ومستطاعوا أن يهزموه في الحقيقة ما لا علاقة في صلة صلة الرحم هي معناته والدينك معناته أبنائك معناته زوجتك زوج هذه هي صلة الرحم أما أن تمتد إلى هذا قد تمتد ربما إلى عم قد تمتد إلى خالس ما تمتد أكثر من كذا مسألة الثانية هي علاقات أنك أنت تبني علاقات جيدة فهذا معنى الالتزام والعطاء يعني أن يكون العطاء في بعض لكنني والله لا يمكن يعني أنا شخصيا والله لا يمكن أنني أنصر قاتل في أسرتي ولا في عائلتي ولا في قبيلتي والله لا يمكن مستحيل وأن كنت أنا شخصيا لا أرى أن في شخص يستحق القتل بس ما ممكن أعملها كذا مناصرة ولو تشوف الاحتفالات الاحتفالات بانتصار وبتسميات الشخص هذا بالبطل وبالانتصار وكشيء مؤسف في الحقيقة طيب المقتولي طيب اللي حصل في الكلمة شيء فذلك العطاء العطاء لما يدان شخص أو لما يقع في أزمة ولما يقع في مشكلة أوكي احنا هنا صلة رحم نعين ونعاون أيضا نوعيات الأقارب هم فيه إيجابيين وفيه سلبين الإيجابي تبي تعزز يعني علاقتك فيه تبي تقربه تبي تتشارك معه لكن السلبي بصراحة تبي تقلل يعني صلتك فيه تبي تبعده قدر المستطاع وتبي تتجنب المشاركة حيث لا تكون واقعي لأن هذا قد يعيقك ويعيقك الكثير خذ تمرين في هذا المعنى ارسم خارطة لمن الأشخاص اللي هم أقارب بالنسبة لك ويعني حدد مكانهم يعني بحيث أن هذه الدائرة كل ما بعدت كل ما كانت أقل التزامات ثم حدد أعمال بسيطة ستقوم فيها تجاههم ثم صنف زائد ولا ناقص إذا ناقص تبي تكون حذر وإذا زائد معنى أنت تبي تتقرب إليه وخذها قاعدة الأقارب مستويات وصلة الرحم بقدر السعة موسيقى